مرحبا، رح نحكي اليوم عن أوجاع الرأس المزمنية 90% من الأسباب وجع الرأس هو بيكون عضل الرأبة وبالتحديد التلت الفؤاني لمنطقة الرأبة لأنه مرات كتير بيكون معنا وجع بالكتاف ووجع بالرأبة وما بنحس بوجع الرأس بيكون معنا ديسك بالرأبة وما بيعمل وجع رأس فإذاً في مجموعة عضلية معينة بتتواجد بين المنطقة العلوبية تبع الرأبة والعضل اللي بأسفل الرأس هولي وقت يتكلص أو يتشنجوا بيعملوا ضغط على أول ثلاث فقرات من الرأبة على الأعصاب وعلى الأوعية الدموية وليهن بيسببوا هالأوجاع هاي دي العلاج بيكون بطريقة ذرتبروترابي يدوي ما في جراحة بعدد جلسات معين بوقت زمنة قصير ونكون تركيزنا عطول على أسباب المشكلة اللي هي الرأبة